اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشائر اكلة امري نهاردة خليها سمك احنا عندنا يوم في الاسبوع السمك ولكن بتجيب الاسماك اللي هي في متناول الجميع اللي يقدر الغاني والفائر يكلها ولكن يعملها بخبرة طهوية عالية جدا من استهزاش لما يكون عندنا جزل هامور جزل اه شربيات جزل وقار سمك الجزل بيطلق على السمكة وهي متقطعة ببركتها الفلاه يطلق على السمك اللي هو بيتفلى من السمكة يختخل من الشوك والحسك عشان نبقى نعرف الفرق بين الاتنين فالجزلة دي عاملة زي اللحم بعضمه لما تروح عند الجزل تبيني اتنين كيلو لحمة بعضمه هي الجزل زي كده معانا جزل النهاردة هنعملها صانية بالبطاطس ولكن اختراع جميل جدا الشيف المغاز بيحب يأكلها وعش البطاطس اللي بتجاور السعيد وتجاور السعيد يسعد ومعنا النهاردة طبق مكارونا بالكليماري والكريمة المكارونا معي النهاردة شكلها كواكع الاطفال بيحبوا اشكال الهدسية للمكارونا عملنا مبارح كتسلطة المكارونا في يونكا النهاردة مكارونا كواكع هنعملها مع الكليمارية والكريمة ممكن نستبدل الكليمارية بدل الصبير هنشوف نعملها مع بعض ازاي ولكن عند الرنجة سمع هس معنا رنجة النهاردة وأنا خبير رنجة وبعترف بكده والسوشيال ميديا مدلعانة آخر دلع في أن أنا رنجة أنا بحبها وأحب أبدع فيها عملناها حووشة وعملناها طرطاية وعملناها موفن الرنجة وعملناها مقلية كريزبي الرنجة النهاردة عملها فطيرة فطيرة الرنجة بالخضار حاجة لطيفة وجميلة كده تشوفنا كلها زي مع بعض عاملة زي الكوش لارين من المطبخ الفرنسي يبقى أخذ أسبانك واخدى كريمة واخدى خضار اختراع مغازي يعني خلاني نشوف نعملها مع بعض إزاي والرنجة اللي بيحب الرنجة يبدع فيه تفاصيلها وعميلها يعني نقول مع بعض تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم كمان جديد أوه هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تعالوا نشوفوا مع بعض إزاي نعمل صنية سمك بالبطاطس إحنا المصريين شطار جدا في عميل السمك والعالم كله بيشهد لنا نسافر نروح أي بلد في العالم يقولك المصري شاطر في إعداد أكلة السمك لأن إحنا بطبيعتنا بنحب السمك معايا النهاردة سمكة هامور إشر بياض أي نوع سمك مفيش مشكلة معانا بطاطس ومعانا التوابل بتاعتنا معانا فلفلة ملونة معانا بصل وتوم زبدة كرفس بتقطع ومفروم ناعم أرنين فلفل حار كده زي الفل عود من الشبت عصرة ليمون والخبرة التهوية وشوية حب تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي أول حاجة هنتجهز التدبيلة بتاعت السمك وإحنا مع بعض كده سريعا عشان السمك ده لازم يتحضر قبل ما ندخلوا الفرن مع البطاطس شوية الدقيق الصغيرين دول كده بنحط على الدقيق ده عم نشيف شوية بهارات البهارات بتاعتنا طالما الصنية هتبقى صنية سمك واخدى التعم المصري يبقى الكزبرة والباق دونس والشبت حاجات الجميلة دي كده والبهارات دي عند العطار وأرجوك يا ست الكل ما تقولوش العطار الديني سبع توابل وسبع بهارات اتجودة أنت خد التوابل وروح لبيت أعمل لها تركيبة كده حلوة معاك نشيف شاطر وأعمل برطمانات حلوة بتاعت المربع برطمانات قادمة عندك فضيها كده واخسليها وزي الفل وهتستكار حط عليها واكتب على البرطمان ده مثلا إيه بهارات كبسة بهارات سمك وهكذا تبقى من اختراع ايدك انتي أنا خدت المعلقتين الدي حطيت على المشوية بهارات شوية حب ثم مفروم ناعم حطيتهم كده زي الفل على الدي عمش شيف وحطيت معلقة فيلفل حلوة حالو الكلام وحطيت عصرة ليمون وعملت خليط كده خليط كريمي ها حالو الكلام زي الفل هاخد الخليط ده زي ما هو كده اقلمه باديا اصبع عندي زي عجينة كده ولكن عجينة طرية بالشكل الكريمي ده كده حالو الكلام اخد السمك ده كده شوفت ازاي اغير من شكلها وغير من لها انا يمني المسام بتاعة السمكة كده وتدبيلة تخش جواها وشكل ده كده بنفس الطريقة الله دي للسمكة الحلو ده كده عايزه دي للسمكة يا ست الكل عنوان السمكة وجنسية السمكة واسم السمكة عشان كده لما تروح تشتلي سمك من عند الرجل السمك وهو بيقطعها للجزل قولوله لو سمحت عايزة الرأس ويديل لوحده توب تعرفي سمكة تكلين تشتريتيها من عند الرجل السمك هي ولا تغيرت شوفت بقى الكلام بعينيها بخياشمها تعرفيها السمكة التابل بالشكل ده كده انا بحب رأس السمكة في السزانية البطاطس ليه عم مش شيف الفص السمكة اللي بيبقى جنب العين في الحتة دي ما كانوا كده شفيق مخرجنا الفص السمك ده هنا ده بجد دي لما بتستوي بيبقى فيه فص سمكة عبيد كده لوز لولو بتحط هنا كده لطيف جدا على فكرة بيبقى موجود هنا جنب العين بالزبط فانا عايز الرأس بتاعت السمكة دي كده السمك كده زي ما هو عندي زيت شديد الحرارة باخد السمك ده حمره في قلب الزيت شديد الحرارة حلو الكلام؟ طيب مش عايز حمره في الزيت ما فيش مشكلة بس خليكي معايا كده عشان الموضوع ده ايه مختلف المرضى زي الفي التحميرة دي مطلوبة الله وديلي السمكة ده عايزه زي ما هو ونخلي السمك ده في قلب الزيت يتحمر شوية هاخد الصينية زي ما هي هو اتغيريها ايه مكان هوا مكان السمك عشان اخترعها بس ومعانا بطاطس جزي معايا عشان الموضوع ده ايه؟ مهم جدا معانا بطاطس هناخد البطاطس يا عم الشيف نقطعها ونحطها في نفس الخلطة شفت الموضوع بسيط ازاي وسهل اه وقفة في مطبخك ريئة وفيئة في الزحمة في الزفارة ما فيش كركبة اه اشتري اتين كيلو بطاطس كيلو بطاطس انا بعشة البطاطس خاصة مع لحمة مع سمك في قلب الفرد بسيب كل حاجة واكل البطاطس وخاصة لو مستوية جامد بطاطس يعني كهربادرات يعني نشويات بتربنا عليها وتفطمنا عليها هناخد البطاطس دي نقطعها شراح كده مفيعة اه شفت لما جيت هقطع البطاطسية عملت ايه اسستها اه بطاطس دي مطلوبة كمان واحدة اه وشير حتة منها كده واجه حدوتها كده تحت ايديه تم تثبت اه اه واجه قلبها كده اه عرفت ازاي تقطعها البطاطس وستحكمي في مسكة السكينة بتاعتك اه نفس الكسة اه عشان البطاطس مت ايه متتقلبش تحت ايدك تعور ايدك خلي بالك ده مطلوب اه وتقطعها رفيعة بالشكل ده كده عشان تستوه بسرعة ملاقيش بقاعد باكل سمك ولاقي البطاطسية قد كده والبطاطس لما بتكونش مستوية في قلب الصينية بيبقى تبقى باي خياوة على فكرة مش بحبها لازم تكون مهرية كده ومستوية اه اه وانا منعشاك الرز مستوي والدن والبطاطس مستوية والدن والدن يعني اعمل مشيت مستوية سوى زيادة والمقارونة نفس الطريقة ليه انا هتعم معدتي الرز بالذات لما تغديبها مش مستوي يقعد في المعدة فترة طويلة على ما يتضم عايز تعرف الموضوع بيجي منين تعالي كده يكون باي شوية رز في قلب الحلة وانت عايزة تغسليها حط عليها مية وسبيعة على جنب تصحي الصبح مش هتعرف الحلة من شكلها وهي في الرز في قلبيها هتلاقي الرز نفش وملى الحلة نفس الموضوع ده في المعدة في الجهاز الهضم رز مش واخد سوى ولا واخد كميته من السوايل من المية او الشربة بينزل في المعدة يقعد باليومين التلاتة علشان يتهدم البطاطس دي كلها زي الفل كفاية اول هناخد البطاطس زي ما هي كده اول في قلب الصانية اللي انا كنت بتابل فيها السمك حلوة اول عندنا صانية على النار بتسخن الصانية اللي انا هعمل فيها السمك هي اللي انا هقدم فيها بختار صانية حلوة من عندي وامسك البطاطس كده بالتقليبة الحلوة مكان السمك لونها بيتغير ما تخفيش اه بتاخد لون فيها التوم فيها البهارات اعمل يحسابك اه شفت البطاطس صغير لونها ازاي اه بالهدوة وتلازم بنفس الترتيب اللي انا شغال ده بيه السمك في الزيت بيستوي قطعت البطاطس تابلتها والحاجة جاهزة معايا زي الفل لغيت كده تمام لغيت كده تمام الله يكرمك اه بص دلوقتي ونشوف الدنيا عامل ايه زي الفل اه اخبار السمك ايه ده مايتقلبش كتير يا مخرجنا بتانه في الزيت كده اه نهزها كده بس اه بس مايتقلبش كتير الصانية اخبار ايه على النار بابدي اعمل صانية ارسمها بقى معنا فلفل معنا بصل ونرسم صانية حلوة عشان لما نقدمها عالصفرة يبين شكلها حلو لوحة فنية نضرب المعلقة والشوكة نلاقي شوية بطاطس حلوين جزلة سمك حلوة بصل حلو فلفل حلو طماطم حلوة وهكذا نضافة في ايدك اول باول اه تعلمي الزيت بوافة في المطبخ ريئة وفاية اه معنا بصل معنا طماطم معنا فلفل اخدر كمان بصلية عشان حبيب والسكينة بتاعتنا طاصة فيها شوية زيت زيتون والسمك في النار ما تقلقش حلو ناخد البصل ده كده يتقطع بالشكل ده كده الله اهو الشراح دي مطلوبة في قلب الصينية كده شوف التحميرة دي مطلوبة اهو وانا شوف معنا روزماري فين الروزماري عم تشيف اه الله شوفت بقى الطعم اه بدأ الزيت ياخد طعم الروزماري وتعم البصل معنا شوي التوم البطاطس بتاعتنا الله اهو بصها كده وانا شغل حلو قوي نص البطاطس تقريبا بالشكل ده كده واحدة واحدة اهو السمك اخبره ايه هو ده اللي انا عايزه نشفر على السمك كده بتعمم نجيب صانية الله هو ده ناخد السمك بتاعنا رأس السمكة بتحطي كده والجزدة بتحطي كده والجزدة بتحطي كده دي اللي السمكة اللطيف ده يتحطي كده بالشكل ده كده الله وناخد بقية البطاطس بترس كده اهم حاجة البصلية والعدو الرزماري اللي تحت شفت شقوت المطبخ ورسة مصنية كده بالشكل ده كده شل دي من هنا حاضر يا فاني هل عايز انا دي كده حليها ده نعناه اخدر ده كرفس ده فلفل احمر اصفر اخضر شوية زبدة الله معلتين من الكريمة الله باخد ده كله عمشيك مية مغلية شفت شعوت المطبخ اه اه مية مغلية لازم تكون مية تكون تغلع عندك اه نعلبهم كده بص على الشعوة بالله عليك اه تسلم ايدك يا مغازي درجة حرط الفرن عندي مية وتمانين درجة حرط الفرن عندي مية وتمانين حالو الكلام سيبها على الفرن كده وانا شايف المخرج فرحان بيها ايه الحلاوة دي الصورة الحلوة دي جات منين حبك للمطبخ عدو الرزماري ده كده اه عينية حاضر شوف بات ركاية بتاعت المغازي بص بس ركز عشان الموضوع ده مهم انا حمرت السمك في شوية زيت شوفت ركاية دي كده دول شوية زيت من تحمير السمك ياوه نعم يا غالي لا ده في الفرن بص عليها عينية حاضر انا عارف الصورة الحلوة لما بتعجبك ما بتبقاش عايز تفريقها بص عليها اوه ده معايا مخرج شاطر بيحب هي دي من الفنان اللي بيرسم يحب الصورة جميلة المخرج يحب الصورة الجميلة المصور يحب الصورة جميلة الشيف المغازي يحب الصورة الجميلة عينية حاضر ميلي يا غزي الميلي ميلي اه ايه رأيك اقفلها ولا ايه اه اه اقفلها الله كفاية طيب يلا افتح الفرن صلي على الحبيب قلبك بتيب هنطلع الصينية بتاعتنا وندخل مكانها الفطيرة اه انا هوريك ابداع دلوقتي اللهم صل على اللي بي اه ايه يلا ايه الحلوة دي يا شا ايه الجمال ده الف هانا وشفا ادي الصينية بتاعتي جاهزة ودي تحطينا كده قولي اشيل ايه حبيب اشيل ايه بس قولي قولي ولا تخبيش يا زين ايش تجولي اللي اللي يلا عايز صانيا اندخلها الفرن صانية الرنجا فطير ترنجا ابداع طهوي ليه تمطنش دي دي فيها خبرة صانية البطاطس بالسمك دي عملناها مليون مرة ولكن كل مرة بتارية جديدة ولكن الجديد معنا النهاردة وحقوق الطبيعي لدينا وبس الرنجا في الصانية اه معها خبرة طهوية معها تشكيلة من الخضار بتعم الرنجا اه بعد الفصل حاضر اه يلا انا صانية السماء الجاهزة الرنجا في الفرن ولازم ترتيب عملك يكون كده علشان كل حاجة تطلع السفرة ولازم يا اختي يا امي يا خالتي يا ست الكل يا ملك الجمال العالم كله تعود على السفرة في وسط ولادك عشان تسمع كلام حلو تسلم ايدك يا ماما تسلم ايدك يا زوجتي تسلم ايدك يا ست الكل وهكذا هعمل دلوقتي شوية مكرونة بالكالي ماري بس هشتغل فيهم بعد الفصل مش ياخدوا من الوقت او هتروحوا بعيد تايبوني بعد الفصل شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ورجعنا لحضراتكم بعد الفصل تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد بصراحة في الفصل انا عادي بغازل السمك مع البطاطس اكل ايه الاول البطاطس ولا السمك خاصة البطاطسايا لما تكون شريحة رفيعة وتستوي بسرعة وتخش الفرن تبقى بقى رمشها قلبة على شي بسي طري تبقى نطيفة او على فكرة ايه شفت اه عاز تشوف البطاطسايا شفت ازاي اه اه شفت البطاطسايا لازم تقطع بالشكل ده كده ملاقش بقى بطاطسايا كبيرة وبطاطسايا صغيرة اه 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 شفت والله بص اه 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 ايها دي الاهم حاجة السمك اوه ما قلكش ما قلكش اني حاضر عاز تشوف البيض والجمال لا لا بسم الله رحمة الله اكلك مينين يا بطة اكلك مينين اهو 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 ممنوعة اسمحلي بلاش اهه الفانوشان اهه زي الفين تمام لأ ويهمين الارماشة اللي هي على بطن السمكة وعلى ضهر السمكة دي مهمة جدا على فكرة نتيجة ان انا حمرتها شوية قبل ما احطها مع البطاطس مطبخنا النهاردة خليها سمك النهاردة عملنا فطرة الرنجة بتفاصيلها دي عايزة صحن بطيخ وصلة خضرة وخلص الكلام عملنا صنية بطاطس جمدة جدا بالسمك سمك ده جزل السمكة وديلها وراسها معانا في الصنية عملنا طبق مكرونة جمد جدا ممكن يتاكل بارد ويتاكل سخن ده صد اللي هي المكرونة بالكاليباريا وشوفنا عملناها مع بعض ازاي اما حاجات خش مطبخك بحب عارفها تعمل ايه ولادك بحب ويه طرد كل افراد الاسرة الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير رؤية فن ابداع بنشوفوا كل يوم عشوشت القناة الاولى والفضايا المصرية من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة